أعوذي الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مادة تحليل بي الوحدة السابعة المحافظة على الموارد المائية ونواسط تدجير المقاطع لشرف محتويات هذه الوحدة وكما ذكرنا من قبل هناك تأثير الماء على الأوساط منها على الحياة تأثير الماء على الحياة وتأثير الماء على التنوع الحيوي أو التنوع البيولوجي وتلاتة تأثير على الناحية الاجتماعية النواحي الاجتماعية والتأثير الاقتصادي وشرحناها في المقاطع قبل هذه في مقطع قبل هذا المقطع وهنا نتناول الثلاثة تأثيرات الأخرى تخلف أنشطة الإنسان من زلية الصناعية والزراعية النفايات مؤسسة مصالبة أو سائلة يتم طرحها في المجال المائية كالأنهار البحيرات وغيرها وهذا يؤدي إلى إذن النازل الصناعة الزراعة هذه مصادر للأنشطة التي تؤدي إلى تلوث المياه تدهو الجودة الموارد المائية الطبيعية sorry إنقراض العديد من الحيوانات pounds الإختلال في التوازن الطبيعي وإطعاف التنوع البيولوجي يعني أي ما ملوث طرح فيها الأنهار أو البحيرات هذا يؤدي إلى تدهو هنا الصورة غنية عن التعريف هنا أسماك نافقة يعني يمكن يكون في ماء ملوث بمواد سامة طرح في هذا المصدر لمصادر الماء ما أدى إلى قتل هذه الأسماك بشكل واضح نمرى خمسة أسير الماء على التنمية المستدامة Sustainable Development كيف يؤثر الماء على التنمية المستدامة التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة وهذا التعريف نشأ في مؤتمر الممتحدة المعنى بالبيئة والتنمية سنة 1987 إذن هذا ضروري جدا ويجب فهم وتركيز على تعريف التنمية المستدامة إذن التنمية المستدامة هي التي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون ولا تضر ولا تضر دون ولا تضر دون الإضرار بقدرة الأيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة أي الجيل الحالي يستفيد ويترك أيضا أن يستفيد الجيل المقبل بحيث أنه نشأ هذا المفروع عندما اتضحت عيوب نمازج التنمية الاقصادية المتبعة في السابق حيث كانت تركز على المكاسب الآنية على حساب طبوحاتنا على المدى البعيد أي الأشياء الاقصادية أي ما كانت مصانع والآخره تطرح الملوثات في الجو أو في الأرض والآخره وهذا يسبب لا تدهر هذه الموارد ونقصها لا تكون موجودة ومتوفرة لأجيل في المستقبل نمرة 6 الماء والكوارث الطبيعية بقدر ما شكل الماء منذ القدم أهم العناصر المانحة للحياة فهو يعتبر في الوقت ذاته من أكبر المدمرين لها وذلك من خلال الكوارث الطبيعية التي يمكن أن يسببها ومنها ما هي الكوارث الطبيعية؟ فيضانات الأنهار الجفاف وقلة الماء السونامي أو الزلزال البحري السونامي هو ما يعرف به الزلزال البحري ونعرف قلة الماء والجفاف يجتسبب من نفوق وقتل الحيوانات إلى آخره وتدمير الأقصاد وفيضانات الأنهار أيضا وهنا نرى بشكل واضح كيف دمرت الفيضانات المنازل وأيضا واضح هنا من هذا إذن والجفاف وهذه الصورة بأكبر دليل بأن الجفاف إذا كان هناك جفاف إذن لا توجد حياة بهذا نصل لنهاية هذه الوحدة ترجمة نانسي قنقر